اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعد رئيس مجلس الوزراء على عدد من تقارير التدقيق الاستقصائية بشأن بعض أعمال وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤكدا سموه أن المحاسبة والرقابة مبدأ أصيل في العمل الحكومي وأن التقارير الاستقصائية أحد أدوات دعمها لذا فإن مؤسرة ديوان الرقابة المالية والإدارية في هذه التقارير المتخصصة حول الجهات الحكومية سيكون له إسهام فاعل إلى جانب الأدوات الرقابية التي تم تفعيلها لحفظ المال العام وصونه وهو ما ينعكس أثره على مواصلة الحكومة تحقيق استراتيجياتها وخططها الموضوعة وفق أفضل الممارسات المطلوبة جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله اليوم عن بعد بحضور عدد من أصحاب المعالي من كبار المسؤولين معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي رفع إلى سموه تقريرا حول نتائج التدقيق الاستقصائي حول بعض أعمال وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وسؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل وتنمية الاجتماعية والتي أظهرت وجود مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها حيث وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة في تقارير التدقيق الاستقصائي إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والأجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية كل بحسب الاختصاص ونوعية المخالفات من جانبه عرب معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على دعم سموه الدائم لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤكدا أن تقارير التدقيق الاستقصائي تمثل أحد الأدوات الرقابية التي تحقق تطلعات سموه في تعزيز الرقابة على مختلف الجهات وفق ما تقتطيه المصلحة الوطنية وتحدده الممارسات المثلى في هذا الشأن